هتقول لي يا كريم يهدى ما لسه الأهلي مكسفش بطولة ما هيدي المصيبة ما هيدي المشكلة ان احنا طول الوقت في الكرة المصرية بشكل عام نقيم المدرب بالقطعة هتكسب بطولة هتبقى مدرب كواس هتكسب البطولة هتبقى مدرب وحش ببساطة رغم ان يبيب جارديولا اللي حبنقول عليها عظم مدرب في العالم الراجل كان مباهد المانشستر سيتي في أول موسم وبعد كده دس على كل البطولات واخد كل حاجة الصبر بقى انا متأكد ان النادي الاهلي مهما كان نتيجة نهاية دورة ابطالة افريقيا اللي ان شاء الله بإذن الله الاهلي اكسبها بإذن اللي يباع ساندونز الوداد ومن الاخر يعني اي منافس يخاف من النادي الاهلي يعني اي منافس الطبيعي يخاف من الفرقة وصلت للنهاية دورة ابطالة افريقيا اربع مرات وربعض طبيعي يعني هتقول لي ما هو ساندونز اللي يكسب الاهلي ها بنسيت الخمسة يا سيدي ومش نسينها الاهلي مش ناسي انه اتغلب خمسة عشان كده بعد الخمسة ده بنزين على الآخر على الآخر لا حد عارف يكسابه ولا حد عارف يسجل فيه ولا حد عارف يعمل معي حاجة فهو كمان الاهل يتعلم بالدرس بيحصل يعني بيحصل الف من اليوم مبروك للنادي الاهلي فوزوا اليوم على اتراج التونسي بهدف دون رد هدف حسين الشحات بعد مباراة الزهاب بسلسية نهاية دولة ابطالة افريقيا بكرة سانداونز ورداد هل عام مباراة الاياب ساعة اربعة بإذن الله بتوقيت القاهرة بتعرفين مباراة الزهاب كانت بيه التعادل والله واعلم اللي حصل فيه مباراة الاياب الناس تشوف انه سانداونز اكيد هيكسب في جنوب افريقيا والموضوع خلص وان كنت انا شايف انه لداد مش عمره ما هيبقى لقمة سهلة سواء لسانداونز او لووس النهائي للأهلي يعني هو فرقة قوية جدا وفرقة مميزة جدا من الفرقة الكبيرة يكفي انه هو يسعد لنهاية دور ابطالة افريقيا للمرة التانية على التوالي هو حامل اللقب في كل الاحوال يعني فما ينفعش لا يستهتر بيه